عقد الفنان المغربي موراد بوريقي والفنان السوري ناصف زيتون والفنان الفلسطيني محمد عساف ندوة صحفية قبيل إحيائهم حفلاً فنياً اليوم الجمعة بفضاء النهضة بالرباط في إطار الدورة الثالثة عشر لمهرج الموازين إقاعات العالم بالنسبة للمشاركة دياري هي كما قلت في المؤتمر الصحفية حلم وتحقق أنا من ضمن أحلام أي فنان يشارك في مهرجان عالمي بحال مهرجان الموازين ثاني شيء هو أنا فرحان بزاف وأكيد كنحس بالفخر أنني كنمثل أولاً الفناني المغاربة في افتتاح مهرجان كبير دورة 13 من مهرجان الموازين ثالث شيء أنني فرحانه بزاف وبزاف لأنه سنقف أمام جمهور جميل رائع أحلى جمهور في العالم جمهور المغربي مهرجان موازين مهرجان كثير رائع جمهور المغربي بجنن وكثير رائع رح الأغاني أنا اللي رح أغنيها أكيد أنا رح أغني أغني متنوعة أغاني خاصة فيه وأغاني أخرى إن شاء الله ورح أغني مغربي أنا بتشرف أني أنا أول مرة بمملكة المغرب الشقيقة مهرجان موازين مهرجان عالمي بيحكي عن حاله أكتر ما كتير بدي حكي عنه بس بقول إن شاء الله يارب كون أد المسئولية إن شاء الله أقدر أعمل حفلة هلوة أنا وإخواني اللي أدموا معي كمان الجديد اللي رح أدمه نصيف زيتون هو قبل موازين غير نصيف زيتون وبعد موازين هذا المهرجان هو نقطة التحول بعتبره بالنسبة للي ويتألق رموز الأغنية الشرقية بمختلف أجيالها وفنونها على منصة النهضة ويذكر أن مهرجان موازين يستقبل هذا العام أزيد من 35 حفلاً في منصة عسلة والنهضة وقاعة لارونيسونس يحييها فنانون مغاربة في ألوان مختلفات ثراثية وعصرية